طيب انا عرفت انه انتو فستوا بجوائز كتير وقلنا طبعا اولها كانت ياهو عايز اعرف الباقي وعايز اتكلم عن المنتدى النمساوي اللي بيهتم المشارعات التنوية وانتو فستوا بايه والتفاصيل يعني تمام كان فيه مسابعة معمولة في اول استنى فيه شوية منظمات عالمية كتير UNDP والUN وكذا منظمة عالمية كانوا منظمات الامر المتحدة للتنمية بزرق 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 كانوا عملوا حاجة اسمها اهداف الالفية التنموية حطوا للالفية اهداف انه مثلا عايزين نقدي على الجوع عايزين نقدي على الفقر عايزين يكون كل فيه ايكواليتي ما بين الست والراجل حطوا هداف كتير كده وعملوا في اول السنة دي مسابقة هما بيعملوها كل سنة الحقيقة انهم يكرروا المشاريع اللي بتساعد انها تحقق الاهداف دي فخير نفاس في المسابقة دي تحت المجال بتاع الفقر والجوع وانهاء الفار ده كان بعد ياهو على طول ولا كان فيه حاجة بينهم دي ايهو كاتف 2010 دي كاتف 2011 احنا كنا نلسى في النمسا من اسبوع بنتكرم هناك يعني وفوزنا عشان كده عشان هما شايفين المشروع ده بيساهم انه يحقق اهداف الالفية بتاعته اللي بتاعتنا كلنا المفروضة جميل طب كان ايه تفاصيل المشروع بقى اللي يخص الفقر لان احنا نبقى ان احنا عندنا الفقر عندنا 40% من الشعب تحت خط الفقر هما اعتبروا خيرنا هو بيخلص الفقر لانه خيرنا بيتحط عليه المشاريع اللي بتخلص الفقر وبتعمل يعني يوم الحقيقة بعد ما روحنا يعني برضو انا عايزة اسألك يعني برضو يعني كلمة كبيرة كلمة كبيرة اوي صراحة هل احنا عناعرف نخلص الفقر في بلدنا فعلا مش قرأي يعني احنا بنتكلم برضو احنا مشكلتنا مع الشعب انه يمكن المشكلة اللي الناس كلها بتستغلها برا الصالح البلد احنا مش عارفين نستغلها ان احنا عددنا كبير صحيح فعددنا كبير والناس وهي بتتكلم حتى في التليفزيون في كل حتة بتتكلم ان هي تعبت من الوضع واحنا عندنا دلوقتي مشاكل مأسوية والاسعار عمالها بترتفع فخصة انك تيجي تقولي نخلص الفقر في اللحظة دي صحيح محتاجة اننا نقف عندها افهم ازاي وليل ايه المشروعات اللي تخلص الفقر انا حاجيب من اخر حتة انت قلتها انت بتقول مثلا عندها مشكلة دلوقتي التجار جشعينه بيزودوا الاسعار بيستغلوا الموقف ودي مشكلة كلها بنعاني منها دلوقتي طب خيرنا ممكن يساهم ازاي في حاجة زي كده حضرتك مؤمن بالقضية دي قوي مثلا هتروح برا هتعمل هتقول خلاص انا عايز انهي جشع التجار وده هيبقى فكرتك في الحياة اناك عايز تنهي جشع التجار هتخش على خيرنا هتدخل اكتيفتيات ولا انا عايز انهي جشع التجار وهتكتل تصورك انت محتاج ايه من الناس عشان تنهي جشع التجار هتقول مثلا انا محتاج متطوع من كل منطقة يعدي على المحلات ويكتأكد ان المحلات مش ببيع بسعر اكبر ويعمل تخطير منطقته ده مثلا ممكن يكون اكتيفتي احنا اختار عنا دلوقتي وحنا عادي هتقدر تحطه على خيرنا هتقدر تحشد الناس ليه هتقدر تعمل ده الفكرة اللي احنا مش عارفينها عشانها مش عارفين ننهي الفقر وانا عندما نتخلص من الجهل ولا الحاجات دي ان احنا مش حاطين ايدينا في ادين بعض مش عارفين نشوف بعض في اكتيفتيس والسعيد محدش يعرف عنها حاجة ممكن يكون حاجة بتحصل تحت بيتي انا معرفش عنها حاجة طيب اميرة قبل ما نتكلم عن تفاصيل التفاصيل انتو بتخططو ازاي الفترة اللي جاية هنروح لفاصل قصير ونرجع مشاهدين ونكمل فقر